قبل أسابيع قليلة على الانتخابات التشريعية المقررة في 17 من الشهر المقبل تدخل تونس في فوضى سياسية واقتصادية وصلت دعوات للتونسيين بمقاطعة الانتخابات أطلقتها هيئات شعبية وأحزاب سياسية ولوح الاتحاد العام التونسي للشغل بتنظيم مظاهرات حاشدة في حال تواصل تدهور القدرة الشرائية للتونسيين وانتقد الأمين العام للاتحاد نور الدين أطبوبي فرض السلطات التونسية مزيدا من الضرائب لدعم ميزانية الدولة للعام المقبل وأكد أطبوبي أن النقابات مستعدة للنزول إلى الشارع للتظاهر في حال لم تقدم الحكومة معالجات حقيقية للأزمة الاقتصادية غير جيوب التونسيين هذا وعبرت جبهة الخلاص الوطني عن رفضها لمحاولات قيسعيد تسويق الانقلاب إقليميا ودوليا ودعت التونسيين للإعلان بوضوح عن مقاطعة الانتخابات وأكدت الجبهة أنها ستواصل التحرك والنضال من أجل عودة الديمقراطية وإسقاط الانقلاب وانطلقت الجمعة الماضية الحملة الانتخابية في تونس وانتقد خبراء القانون الذي ستجري عليه الانتخابات وتوقعوا أن يؤدي إلى برلمان ضعيف ومهزوز المشروعية شاهدين للمزيد أرحب بضيفي عبر سكايب سيد أحمد قعلول الوزير التونسي السابق أرحب بك سيد أحمد بداية في ظل هذه الفوضى التي تعيشها تونس والأزمات المركبة هل تونس مهيئة لإجراء انتخابات تشريعية؟ هذه المصفة انتخابات تشريعية هذه انتخابات قيس سعيد وسيكون هناك برلمان قيس سعيد مثل هناك حكومة قيس سعيد مثل هناك هيئة انتخابات قيس سعيد وحتى هذه المؤسسة التي يريد قيس سعيد أن يقعها سعيد من قوصة هناك العديد من الدواءة ليست فيها مترشحين ثم مسارها ليست انتهت يعني العديد من الدواءة لم يترشح فيها على شخص واحد ثم حتى لو تمت هذه الانتخابات في وقت تعيش البلاد فيها أزمة قطتية قاتلة وقالقة فإن هذه المؤسسة لن تبدأ عملها إلا رقما في شهر جون القادم لأنه يجب أن تنقذت حتى يتم انتخاب هيئة أخرى تسمح لها بالانتخاب إذن لن يكون أهل التونسيين بعد هذه الانتخابات مؤتسة تقبيعية تراقب أي حكومة ولا تراقب قيس سعيد سيطق التعيد يحكم البلاد بمراسيمه إلى أن نبدأ في سنة 2024 وعندها تدخل البلاد في مرحلة انتخابية أخرى هي انتخابات الرئاسية هذا وطبع المضاء قيسح الرئاسية لم يمدد لنفسه طيب سأعود إليك سيد أحمد مشاهدين أرحب بضيفي عبر الهاتف من تونس سيد عز الدين حزقي العضو جبهة الخلاص الوطني أرحب بك سيد عز الدين يعني انتخابات ستؤدي أو سيؤدي إلى برلمان قيس سعيد كما ذكر سيد أحمد قعلول الجبهة الخلاص الوطني اعتبرت بأن قيس عيد دمر المؤسسات الدولة ما الذي بقي إذن لماذا هذه الانتخابات التشريعية؟ أولاً تعيد أولاً بكل مشاديد في الخوار وسيدني إلى أن أدخل بيورد الحقى التشريع أعتقد أن العقل السريع والقوانين والشرائع وكل ما وجد في الأرض لا يقبل ما بنى على باطل ما بنى على باطل هو بعض كل ما بنى على الإنقلاب في سعيد باطل وهي السرعي ولا نعترف به إطلاقا إنه داس القوانين داس الدستير داس اليمين داس الناخبي داس شعبا كامل هو يحتجز شعب هو يعتدي على شعب كامل فقوانينه ومراسيه وأمراضه كلها لا تعمينا وشفت خلاص بهذا الاتجاه نحن لا نعترف هذا به ولا بمخرجاته لا بأوهامه إنسان يعيش في عالم آخر هو قال أنا أنتمي إلى عالم آخر إذا لا ينتمي إلى عالمنا ولا نعترف بهذا العالم الذي يتخيمه إذا الحديث عن انتخابات هو الرحك على الظهور هي مجمع لأناس طامعي لأناس يحلمون بأي نوع من السلطة تعطاهم هذه السلطة التي هي غير السلطة لأن الشيء الذي سيحدثه في هذا الانتخاب هيكل لا معنى له لا قرار له ولا سيادة له ولا مطلول له إذا هو لتغنيت بعض الأمراض عند بعض الناس التي تؤمنوا التي ترغموا في وضح المركز منها ما كان هذا المركز ثم يكون في علم المستمعين كرام والمشاهدين أن هذه الانتخابات لا مفؤولة لها لأنها حسب المنقلب نفسه لأنها يجب عليه أن تكتمل ببرلمان آخر محلي وأكليمي وليس للحق بأن تشرع أو تقترح أو تتحرك خارج هذا البرلمان آخر وهذا البرلمان آخر غير وجود هو تحدث عنه وكتب وفرضه على هذا الشبه البرلمان هذا ولكن لم يعطي لحد الآن لا تطبيعة الشيء هذا ولا صلوحياته وكيف سيتم انتخابه يعني نخطط حجوها بحيث بدل ميزانية ميزانية تجميلية 22 وميزانية 23 لا يوجد عيكل لمصادق عليه لأن هذا الذي ينتخب هو لا قدرة له ولا يمكن أن يصوّل على شيء قبل إحداث الهيك المزاني سأعود إليك سيد عز الدين سأعود إليك سيد أحمد جعلول يعني في ظل الأزمات التي تعيشها تونس ونحن على أبواب هذه الانتخابات التي أقرها قيس سعيد اتحاد الشغل أيضا يعود إلى الواجهة ويهدد بالتظاهر قبل هذه الانتخابات من أجل يعني رفضا للضرائب كما قال من جيوب المواطنين الحقيقة يعني اتحاد الشغل موقفه غامض البعض يعتبره واجهة للدولة العميقة ما الذي يريده اتحاد الشغل؟ ليس هناك مجال للقيادة أو للمركزية النقبية إلا أن تستجيب لمطالب القعدة النقبية الواسعة وذلك أن هذه الانتخابات هي في الحقيقة انتخابات لتجويع وتقنين تجويع الشعب التونس ولابد أهل الاتحاد أن يستجيب بآلام هذه القعدة وأن يعبر عن مشاكلها لأن المسار الذي دخلت فيه حكومة قيس عيد هو مسار لمزيد تجويع التونسيين لمزيد قهرهم ولمزيد إكراههم والاستجابة فقط للإرادة الخارج عن الإرادة الوطنية وارتهان ثروات الشعب التونسي وممتلكاته ومقدرات شعبه المفقر لإرادة خارج عن التونسيين دون مراقبة ودون شفافية في مسار فاسد ليس فيه أي ضمان لحقوق التونسيين ولذلك ليس هناك أي مجال للمركزية المركزية النقبية إلا أن تستجيب لهؤلاء وأن تعبر عنهم وإلا في النهاية فالشعب التونسي له طرق كثيرة كي يعبر عن نفسها وهذه فرصة للقيادة المركزية تنتحم حقيقة وأن تكون صادقة في تعبيره عن إرادة منظوريها نعم طيب سيد عز الدين يعني زيادة الضرائب من جيوب الناس كما قال اتحاد الشغل لمواجهة الأزمة الاقتصادية إلى أي مدى الدولة لديها خيارات غير زيادة الضرائب يبدو أنه زيادة الضرائب هي أحد شروط صندوق النقد الدولي كما فهمت هناك قاعدة ألمية تقول الضرورة تخلق الضرورة تخلق لعوالهم ضعية الاتحاد النقابات ليدافع عن أشياء أساسية منها التشريل منها الانظور منها الأسعار منها المؤسسات والحفار المؤسسات الهومي هذه الأركاب الأربعة التي أجد تعيشت عليها وعاشت عبر أقول كاملة الاتحاد عن المسيسيون هذه الركاب الأربعة أصبحت بيد الصندوق المقل الدولي هي التي تتحكم فيه إذن أسباب وجود الاتحاد انتهت بالنسبة لها الاتحاد مات سريريا لم يعد له مفعول لأن كل ما يرتكب عنه أطبح اليد الأجنبي أطبح اليد الكواء المانحة وهذه التي تسمى حكومة هي في واقع تعمل عند هذه التمديق ليست لنا حكومة وطنية ليست لنا لضعام وطني يتصرف بوطنية صندوق النقل الدولي يعيش على طريقتين يستطيع أن ينفذ أوامره ومقتلحاته بطريقتين عن طريقة الأمريكية والمكينية أي بقوة السلاح بقوة العسكر أو عن طريقة الديمقراطية كما فعل في اليونان لا شالت له هذا النظام المنطلب الحالي المتحكم في البلاد وإقتصر في البلاد ليست له القوة وليست له الديمقراطية فالصندوق النقل الدولي والمانحيين سيجدون أنفسهم أمام أمر مكبل هو عدم قدرة هذا الحاكم هذا المتصل هم مناسبة أوامر أثيادهم إذن سترتجئ هذه القوة المانئة لتفعيل والبحث عن حل يسبه الحل اليوناني لأن قيس صعيد وجماعته لا يفتحون لا تياد ولا اقتصاد ولا يستطيعون القدرة لا الموضوعية ولا الذاتية لتنفيه أوامر صندوق النقل الدولي هم تعدين هم بصدد على الأسعار فعلا الغاء الدعم فعلا لكن هذا ليست هذه الأدوات التي بها سينجح ستنجح مقترحات لأن صندوق النقل الدولي إذن نعتقد ستدخل بعد الانباع على الموضوعية ستدخل مرحب أخرى في مأذق آخر من سينجح هذه المقترحات وهذه القرارات وهذه البرامس شكرا إذن لا الاتحاد أصبح موجود وفعل وليست لنا سلطة وطنية طوية سعيد وجماعة ليس لهم لا حزب ولا ما بالدقية فقد فقد كل شيء هذا الموضوع شكرا بحيث من يفتقد من يفتقد لشلاحه ليست تستطيع أن نفذ أفكاره شكرا لك سيد عز الدين حزقي عضو جبهة الخلاص الوطني كنت معي عبر الهاتف من تونس سيد أحمد قعلول ومع ذلك مع كل هذا الفشل وكل هذه الفوضى التي تعيشها تونس إلا أنه يبدو أن قيس عيد ماض في خياراته وهو يعني حاز على أو سوق نفسه إذا صح التعبير في قمة الفرانكفونية الأخيرة وبالتالي المعارضة إلى أي مدى لديها القدر اليوم على إفشال مشروع قيس عيد ومنه هذه الانتخابات القادمة أولا يعني قمة الفرانكفونية هي قمة جاءت في تونس في أسوأ مراحل التي يمكن أن تمر بها تونس وكان الأنسب بالدول الفرانكفونية المدافعة عن ديمقراطية وخاصة فرنسا مهد الثورة والدارية للحظية أن يكون لها خيار آخر عوض أن تبدو دولة داعمة للاستبداد وممويلة للاستبداد وأن تخطئ مرة أخرى في دعمها للمستبد كما دعمت المستبد الذي قبله المخلوة الذي سيقع في تونس هو نفس المسار الشعب التونسي سيفكو طريته وليس لقيس سعيد إمكانيات دكتاتوريته وليس هناك في العالم من هو قادر على دعمه فجميع الدول المشاهدة بأزماتها المؤسف هو أن قيس سعيد يدفع البلاد نحو مزيد من الهاوية ويسحب من التونسيين حقهم في الفرحة اليوم المواطن التونسي ليس له إمكانية للنظر للمستقبل وليس له الإمكانية للإبتساب إلا مشاهد الخوف ومشاهد الصياح التي يعبر عنها السيد قيس سعيد هذا المقلب وبالمناسبة بمناسبة الحديث عن فرحة الحقيقة ونحن في أجوال كتن عالم يعني أسعدك من المغرب اليوم بهذا الانتصار أو الدولة العربية بحق الانتصار برضو لبقية الفرق والمتخبات العربية مثل المملكة والفريق التونسي أن يكون لهم حظا سعيدا وأن يدخلوا الفرحة على شعوبهم خاصا وأن هذا الحاكم الحقيقة يتكو من كل التونسيين كل اتساماتهم الشباب التونسي تلقى جثثه من البحر نعم متورطة جهات من الدولة في هذه الجراءة ولا يقوم قيس عيد بأي شيء إلا أن يسعى لتكريس استبداده من خلال رهن الإرادة التونسيين ورهن ثرواتهم ورهن مستقبلهم شكرا لك سيد أحمد جعلول الوزير التونسي السابق كنت معي عبر سكاين